ويعني الواقع الأمني يفرض وجوده مجدداً وطابعه مجدداً على إحدى المحافظات العراقية واليوم نتحدث عن إديالة بالبداية هل فاجأ كما حدث بإديالة وما شهدناه وما سمعناه وفقاً للواقع الأمني الذي تعرف تفاصيله أكثر منا ربما قبل شهر أعتقد حتة حادثة في خام بني ساعد كانت عبارة عن عبوة ناسفة وكانت كبداية بداية لهذا الموضوع لكن خلينا نفصل الموضوع بداية نحن المواطن اليوم يريد أن يعرف الحقيقة الموضوع هو هذه مناطق قرى متروكة أهلها هجروها قرية المحطة وقرية عرب جبارة وحسين جبار قريبة عن المطار الزراعي وحقيقة هم كانت أثنين من الرعاة أخوة واحد في بداية القطع وواحد في نهاية القطع اللي بالنهاية يحمل البندقية آلية كلاسين كوف أعتقد والأمام يحمل البندقية السيد وتم تعرض إليهما من قبل عنصرين من داعش صحيح سيد سلمان من الداعش فخلينا لأننا أنزعج عندما تأتي معلومات مغلوطة إحنا الخلل نقول علي خلل الخلل الاستخباري نقول علي خلل والخلل واضح لا مجاملة في أمن الوطن بالطبع وقريبة المعالجة أبد أبد أنا في هذا الموضوع ما أعرف موه بس يعني لو نتعرض إلى شتى العقوبات هو من أي جهة معينة لكن الحقيقة يجب أن تصل مواطن تفضل فالأول برك على رجلية من أجل أن يقتلوا يعني لكن أخوه اللي بنهاية القطيع رماهم قتل واحد اللي هو أعتقد صدام المجمع يا أبو الحارث هذا من 2008 مختفي من قام بني سعد اللاخ مجروح ذهب إلى المظافة ثم بعد ذلك ثاني يوم هذا خبر طبعا خبر القوات الأمنية تحركت عليهم لحد الآن الأمور هذه أهل المنطقة أيضا يسلفوها يعني مو مفت شيء مخي لكن معالجة هاي المظافة اللي اتضح عبارة عن جحر ربما تحوي من 13 إلى 20 داعشي يرتدون أحزم ناسفة هذه خلي ليها وعددهم كبير أيضا كما تفضلت وتحدث سرمد يعني تتحدث عن 20 شخصا المدة الأخيرة المدة الأخيرة اللي الدواعش اللي دين قتلون بها كلهم مرتدين أحزم ناسفة هنا يجب أن نسأل هاي الأحزم ناسفة هل هي من عام من أيام داعش 2014 و2015 و2016 لا لكانت تلفت هل هي جديدة نعم تلفت رطوبة وغير رطوبة هذه المتفجرات ما تحمل إذن جديدة فإذن إذن أكو جديدة خلي هسا نتحول بالسؤال المنافذ الحدودية والمناطق اللي ممكن أن تصنع أو تهرب منها هاي الأسلحة نأتي إلى الموضوع الثاني أنا اليوم من إحنا نتكلم من خلال قناتكم ونقول داعش ما لها قابلية السيطر على أراضي نعم لكن من كنت أقول لكم لكن لديها القابلية على إيقاع الخسار بالقوات الأمنية أنت البارحة عندك مقدم أو رائد أعتقد أمر سرية نعم وست شهداء ومثلهم جرحة واليوم عندك في قرع انجير بسليمانيا بين سليمانيا وكركوك أيضا عندك شهيد أيضا من الأسايش مع جريح وقتيل داعشي إذن هناك نشاط معين وهذا النشاط أنا رح أقرنه في موضوع ربما تتحول به الدكتور هاني وهو موضوع شوف دائما انتبه على هذه العمليات الأمنية الخطيرة دائما نصير مقترنة مع مشاكل سياسية يعني مشكلة ديالة سياسية المحافظة مشكلة كرم صحيح حتى رئيس وزراء الدخل بيها ولحد الآن لم تحل فهذا أنا أعتقد بأنه ربما يكون هناك ربط لكن أنا رح أترك نعم أنتقل بهذا التساؤل أستاذ سرمد نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر